أصدر رئيس لجنة تنفيذ مخرجات لقاء حضر موت العام حرو الشيخ حسن الجابري بياناً حذر فيه من تحميل نفط حضر موت دون الالتفات لمطالب أبنائها وحمل بيان الجابري الحكومة ومجلس القيادة الرئاسي المسؤولية الكاملة تجاه تحميل باخيرة النفط من ميناء ضبه وعدم تنفيذ مطالب أبناء المحافظة كما حمل البيان أيضاً السلطة المحلية بحضر موت المسؤولية الكاملة وبدرجة أساسية في حال تم تحميل الباخرة دون تحقيق المطالب الرئيسة وأكد البيان على تحمل الحكومة تبعات أي تصعيد شعبي في المحافظة في حال تعنتها والإصرار على أخذ نفط حضر موت